كان في إطار الدور الوطني للنادي الأهلي والمستمر منذ تأسيسه وجد سنة 1957 يعني مر على تأسيس النادي الأهلي 50 سنة وتقرر الاحتفال بليوبيل الزهبي للنادي الأهلي جلسة 13 يناير 1957 شهدت تشكيل لجنة الاحتفال بليوبيل الزهبي برئاسة الأديب الكبير فكري أبازة ومعاه الأساتذة محمد توفيق خشبة وعباس الغمراوي وعبد العزيز تامر وعبد المنعم وهبي وأمين شعير ومختار التش وعلي أمين وآخرين في الوقت ده كان شهر إبريل اللي المفروض يتعامل فيه ليوبيل الزهبي للنادي موافق لشهر رمضان المعظم فتقرر تأجيل احتفالات اليوبيل الزهبي لبعد نهاية شهر رمضان ونهاية كل المسابقات في الألعاب المختلفة عشان ما يكونش النادي مشغول بأي حاجة وتقرر أن يتم افتتاح حفلات اليوبيل الزهبي ابتداء من يوم الأربعاء 29 مايو وتنتهي مساء الخميس 6 يونيو سنة 1957 وفي جلسة 9 مايو استعرض مجلس الإدارة برنامج الحفل بالكامل واللي قدمه الأستاذ فكري أباظه برنامج حفل تضمن استعرضات لفتيات وشباب النادي وحفل للسيدة أم كرسوم ونشيد الأهلي الجديد وأغنية للنادي يغنيها عبدالحليم حطس كان برنامج شامل بيشمل نظام بيع التذاكر وأسعار دخول حفلات اليوبيل الزهب المختلفة وقائمة المدعوين للنادي وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء والمجلس الأعلى لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مش بس كده البرنامج كان فيه الزي اللي حيرتديه شباب وفتيات النادي حتى الواجهات وبوابات النادي واللي تحتاجه من دهان وتجميل وافق مجلس الإدارة على كل ما جاء في البرنامج وتكاليفه وبدأت احتفالات النادي الأهلي بيوبيل والذهبي زي ما تقرر يوم الأربعة 29 مايو وذكرت صحيفة الأهرام يوم 30 مايو شهد ما يقرب من 20 ألف شخص احتفال النادي الأهلي بيوبيله الذهبي مساء أمس ذهبوا ليشاركوا النادي احتفاله بالعيد وأوفد السيد الرئيس جمال عبد الناصر الدكتور نور الدين طراف لحضور الحفلة نيابة عنهم طبور العرب اللي عملوا النادي احتوى على 1500 من الجنسين فتيات وشباب منهم القدامى اللي شافوا كل أمجاد النادي من يوم تأسيسه والشباب اللي رفعوا لواء حاضر النادي فكان ربط رائع بين ماضي النادي وحاضره ومستقبله وأحمد عبود باشا ألقى كلمة النادي وأعلن افتتاح اليوبيل الذهبي والأستاذ فكري أبوزة ألقى كلمة اليوبيل الذهبي اللي كان فيها لمحات من تاريخ النادي بعدها أمن دوب رئيس الجمهورية فسلم علم النادي لرئيسه أحمد عبود اللي سلمه لأمين شعير مرائب الألعاب أمين شعير مشي بالعلم ودخل لأرض الملعب وسط تسقيف وهتاف الحاضرين كلهم وسلمه لحامل العلم الكابتن طاه الجمل الكابتن طاه الجمل كان من رواد لعبة كرة الماء في النادي الآن وأقسم الأعضاء الرياضيين قسم الولاء للوطن والنادي اللي بيقول إيه أقسم بالله العظيم أن أنصرك بتقاليد السليمة وأن أنكر ذاتي بالطاعة والنظام وأن أحمي سمعتك بحماية سمعتي وأن أرفعك عالياً بين جميع الأعلام رمزاً للقوة والمحبة والسلام والله على ما أقول شهيد بعدها عزفت الموسيقى ناشيد الأهلي اللي أعلفه الأديب الكبير فكري أباضة ولحنه الموسيقى الكبير محمود الشريف وقوم يا أهلي أم يا أهلي شوف ولادك والبنود شوفك ديباك شوف قلودك والحشود شوف آيات النصر في كل العبود شوف وسكل فيها أمكان الخلود إنت دايماً إنت دايماً إنت دايماً 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 في الأباء